مؤتمر دولي في الكويت لإغاثة اللاجئين السوريين وتعهدات الدول المانحة فاقت المليار دولار ونصف المليار هدف المؤتمر الدولي للمانحين في الكويت برعاية الأمم المتحدة حدد بمليار دولار ونصف المليار من أجل إغاثة النازحين واللاجئين السوريين ومساعدتهم لكن ما تم جمعه من تعهدات بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في ختام اللقاء فقى هذا الرقم فيما يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بالكارثة الإنسانية في سوريا المؤتمر شاركت فيه 59 دولة بما فيها لبنان الذي رأس وفده رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراء الخارجية والشؤون الاجتماعية وفي كلمته لفت سليمان إلى سعي لبنان الدائم لتقديم المساعدات للاجئين رغم ديق مساحته ودقة توازناته طالبا ليس فقط دعم الخطة الحكومية لإغاثة اللاجئين بقيمة 370 مليون دولار بل أيضا وضع خطة طوارئ في حال حصول أي موجة نزوح كثيف ومفاجئ من سوريا إلى لبنان تصر الحكومة اللبنانية على إبقاء الحدود مفتوحة والامتناع عن تسليم أو ترحيل أو إبعاد أي من النازحين سوريين وفلسطينيين هذا وإنكم تعلمون جميعا حجم المعاناة اللبنانية والفلسطينية جراء استمرار التنكر إسرائيل لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم لذلك لا يسع لبنان إلا أن يدعو المجتمع الدولي والدول العربية إلى تقاسم المسئوليات والأعباء معه سواء لجهة الإمكانات المالية أم لجهة إمكان استعاب عدد من الإخوة النازحين في الدول العربية المؤتمر كان استهل بكلمة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح شدد فيها على ضرورة التحرك خصوصا أن الكارثة والعنف في سوريا يتصاعدان أما الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون الذي حرص على الحضور شخصيا فشكر لبنان وتركيا والأردن ودول المنطقة لاستقبالها ومساعدتها السوريين الهاربين من القتل والدمار مبديا قلقه حيال الأوضاع في سوريا الوضع في سوريا مأسوي ويزداد تعقيدا ستون ألف شخص قتلوا في الأشهر الماضية وأشعروا بالألم لأن عددا من القتل سيسقطون إذا استمرت الأزمة أربعة ملايين نسمى بحاجة للمساعدة وفقد عشرات الألاف منازلهم أما الأطفال فيعانون بسبب العنف بما فيه العنف الجنسي وقلة المواد الغذائية والطبية والاحتجاز القصري هذا في المواقف أما على مستوى المساعدات المدية فأعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت تقديم مبلغ 300 مليون دولار فيما قدمت مملكة البحرين 20 مليون دولار وألمانيا 10 ملايين يورو إلى جانب تعهدات أخرى ما رفع القيمة الإجمالية للمساعدات إلى ما فوق المليار دولار ونصف المليار وعلى هامش مؤتمر الكويت بحث الرئيس سليمان مع الأمير العام للأمم المتحدة بن كيمون في وضع اللاجئين السوريين في لبنان والمساعدات التي يحتاجونها طالبا منهم مراعاة وضع لبنان الخاص وتوازناته سليمان عرض أيضا لأوضاع اللاجئين وللتدابير التي اتخذتها الحكومة مع أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح كما تبادل مع ملك الأردن عبدالله الثاني الأراء بشأن مواجهة الأزمة الإنسانية للاجئين وأبلغ رئيس الجمهورية الأمير العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي حاجة لبنان للمساعدات المالية من ألج الحفاظ على استقراره الاقتصادي والسياسي والأمني